يأتي اللاعب الخارجي في اليوم الثاني والتالي حدث يجى مايكروك في اليوم الثاني وجه سليماني وجه شخصيات بدت تتبلور قضية عودة البيوتات الشيعية والسنية والكردية الآن كل ما يشوفه هي تفاهمات وغير حقيقية على الاطلاق لأن كل يوم يطلعون يقول لك احنا وقعنا التحالفات الحقيقية ستبدأ اليوم مصادقة المحكمة الاتحادية عن نتائج الانتخابات أدنى 15 يوم حتى يدعو رئيس الجمهورية البرلمون يعني قاد برئاسة أكبر العضاء السنين الآن التبلور اللي موجود احنا صارنا مسامعين بكلمة التحالف الوطني أشهر قبل أربعة أيام لأول مرة مكتب السيد عمار الحكيم يقول ما قاله واجتمع رئيس تار الحكمة اجتمع رئيس التحالف الوطني مع المبعوث الرئاسي الأميركي وهذه العبارة يجعلها جوخ أكثر من خط إذن هناك ضاغط إيراني عودة البيت الشيعي البيت السني دكتور ياد علاوي في كل دورة انتخابية يسوي قائمة وطنية بعد إعلان النتائج الشيعة يعوفوا ويروحون للشيعة ويتحالف الشيعة والسنة يعوفوا ويروحون ويسنة ويبقى هو وكاظم الشمري والسيدة ميسون داميلوجي وسيد حسن الشويرد وسيد عدنان الدنبوس وهذه المشكلة الموجودة الآن اجي أمر من بره اجتمعوا في تركيا شكلوا بيت سني وتركوا الأمر والآن اكو حوارات يبقى العراق مسلوب الإرادة كسياسيين لأنه ارتباط الخارج واللاعب الخارجي هو اليضاع الأجندة هو من يحدد من رئيس الوزراء من هو رئيس الجمهورية ومن هو رئيس البرلمان اذهب عندك معلومات خلف الكواليس نريد نعرف منه لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس حسن و thrs اتحدث عن رئيس الوزراء رئيس البرلمان ربما هاي أمر سهل رئيس الجمهورية أمر سهل للأكراد يحسموه بدقائق و بأيام لكن المشكلة برئيس الوزراء الشيعي هل راح يكون من الفتح من دولة القانون من سائرون يعني خلينا نتحدث بكل صراحة هذه اليوم النتائج اللي ظهرت في الانتخابات نتائج متقاربة مما تأدي إلى يعني يعني ضبابية المشهد التحالف بين الكتل الشيعية المناصب الثلاثة صعبة ويحددها اللاعب الخارجي حتى الكرد عندما تتحدثين هناك صراحة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي هذا يقول لي هذا أيضا صراحة لأنه اليوم موسم الهجرة إلى الشمال كل الكتل تروح للشمال هذا أيضا من ضمن التكتيكات الموجودة لكن واقع الحال لا توجد أي تحالفات رئاسة الوزراء بإعلاق تتميز بميزة أولا دائما ما يبرز مرشح التسوية دائما ما يأتي شخص من الخطوط الخلفية يدفعون به وكو اتفاقات تصير حتى يختارون شخصية ضعيفة تقدم تنازلات إلا الآن هناك أسماء كثيرة لكن رئيس الوزراء يجب أن يحظى بثلاثة موافقات معا إيران المرجعية الدينية والواتف المتحدة الأمريكية وهاي المعادلة صحبة من يحقق هذا الأمر فالأسماء موجودة السيد العبادي الآن أيضا يعتبر مرشح هناك أسماء عديدة دخلت سيد طائق نجم سيد فالح الفياض سيد محمد الشع ولي أول مرة أمس دولة القانون يقولون مرشحنا الوحيد السيد دون المالكي بعد فترة طويلة أنه قال أنا لن أكون مرشح رئيس الوزراء إذن هذا الأمر سيد هادي العامري هو تهدي العامري هذا التكتيك لجس النبض بالشارع لكن واقع الحال إلى الأمر لم يحسم هذا الأمر مع ملاحظة مهم الدكتور كيرم يدري به كثير من الكتل الشعية متريد منصب رئيس الوزراء لأن هذا بتسع نقاط يقول لك أنا أخذ وزارات خدمية كل وزارة بتلاث نقاط حتى السيادية ما ريدها هذا الأمور بعد ما تصادق المحكمة الاتحادية اللعب الخارج ربما ترفض التحكم واللاعب الخارجي ربما الشتت المشهد لا تحدث عن الجميع طبعا الشتت المشهد أكيد وتربك المشهد يعني أتوقع توقعات السيد علي رفيعي أين وصلت تفاهم الحكمة أو سائرون والوطنية يعني البعض يتحدث وأنا سماعت من قيادات في تيار الحكمة يقولون بيضة القبان هي تيار الحكمة يعني هي اللي راح تحسن موضوع التحالف الشيعي ومثل ما تحدث الدكتور واثق الهاشمي ويقول تيار الحكمة والسيد عمار الحكيم عرض نفسه رئيس التحالف الوطني يعني فترة طويلة ما عرض نفسه لكن هذه الأيام عرض نفسه رئيس التحالف الوطني مما ينطينا انطباع ومفهوم أنه إعادة البيت الشيعي إلى الواجهة شكرا جزيلا طحية لحضرتي السيت هيفا وأيضا لضيوف الكرام وأيضا لمشاهدي قناة الرشيد الفضائية طبعا اليوم نتكلم فيما يخص أنه نتائج الانتخابات والتحالفات اللي حثت يعني حاليا جزء من عدة تفاهمات مثل ما تفضلوا الضيوف وجزء من عدة وصلت إلى مرحلة التحالف الستراتيجي يمكن أنا عندي وجهة نظر شوية مختلفة مع الضيوف وطروحاتهم على اعتبار اليوم سؤالك كان محدد أنه تيار الحكمة الوطني وما هو وجهته خاصة بعد تحالف الستراتيجي مع سائرون ومع الوطنية حقيقة تيار الحكمة الوطني اليوم أصبح من الكتل الفائزة والمؤثرة ما بعد 12.5 ولديه مجموعة من المقاعد وهذه المقاعد نزل بها بمفردة وأصبح هو مؤثر باللعبة السياسية أو خلقنا بعملية انتحابية لكن بعد ما تهل عدو الفرز سيدا نعم نعم بالتالي نحن اليوم عندنا مؤشرات أولية وهذه المؤشرات الأولية اليوم العدو الفرز اليدوي المحدد في بعض المناطق وبعض المحافظات كانت نتاجح حقيقة قريبة إلى العدو الفرز اللي حصل بالجهاز الإلكتروني وبالتالي هذا مؤشر أنه ومؤشر الآخرين أنه حتى العدو الفرز بالمناطق الحمراء والتي تقدم بها الطعون ما راح يكون تأثير كبير جدا وحنا تكلمنا في حوارات سابقة وقلنا بصريح العبارة قلنا أنه عملية العدو الفرز اللي راح تحصل هي راح تغير في المعادلة الانتخابية بشكل نسبي ما راح تشين مثلا خمس مقاعد من كتلة ولا راح تضيف خمس مقاعد راح تكون عملية نسبية إنه شين مقعد أو مقعدية نشين مقعد في بعض المحافظات بالمحاصل النهاية وكبيرة جدا ليس فقط مع سائلون ومع الوطنية ولكن اللي ميزنا مع سائلون والوطنية كان لدينا تصريح رسمي وكان لدينا بيان أيضا رسمي إنه لدينا تحالف ستراتيجي يعني هذا التحالف ثابت دكتور علي يعني البعض تحدث من خلف الكواليس وخليح تشير بصراحة السيد عمار الحكيم وتيار الحكمة عارضين رئيس وزرائهم يقول لك أنا أتحالفوا إياك لكن انطيني رئاسة الوزراء رئاسة الوزراء مو حكرا على الدعوة ونحن مرشحنا موجود وزير الشباب اللي هو السيد عبد الحسين العبطان هذا اللي تحدثوا به بعض الشخصيات السياسية القريبة من ديار الحكمة أريد نعرف صحة هذه الأخطاء حقيقة فيما يخص رئيس الوزراء اليوم حاليا لا يوجد حقيقة طرح يعني واقع من كل الاتلافات إلا دولة القانون والنصر إنه شفت النصر أنه طرحه السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي وإتلاف دولة القانون يعني مرة يطرحون السيد المالك ومرة أخرى يطرحون طالق نجم بشكل رسمي ولكن التحالفات أو الاتلافات الأخرى بشكل رسمي لم تطرح أي شخصية لرئاسة الوزراء وضمن هذه الاتلافات أو هذه الكتل هو تيار الحكمة الوطنية لم يطرح رسميا أنه متبني أنه شخصيا سواء كان السيد عبد الحسين عبطان أو شخصية أخرى ولكن حقيقة التحالفات أو الحوارات الرسمية اللي دخل فيه تيار الحكمة الوطنية لكن مطروح من مرشحيكم سيد علي مطروح من ضمن مرشحيكم أقول لحد الآن بشكل رسمي لم نطرح أي شخصية لرئاسة الوزراء ليش؟ بالتفاهمات التي موجودة سيد دكتور علي بالتفاهمات التي موجودة مطروح اسم السيد عبد الحسين عبطان مرشح تيار الحكمة لرئاسة الوزراء من ضمن الأسماء المطروحة يوجد أسماء لكن أنتم طرحين أسماء نعم نعم بس اسمحي لأوضحها الإشكالية أكو مرة أنه يصير أكو حوارات وهذه الحوارات بينية تناقش بعض الأسماء داخل هذه الحوارات أو تحت هذه الغرف المظلمة أنه نناقش مثلا الشخصية سين شخصية صاد وهذا كل من يطرح يعني الشخصية اللي يقتنع بيها داخليا ولكن بشكل رسمي تيار الحكمة الوطن لم يطرح شخصية رسمية لرئاسة الوزراء في كل حواراته بشكل رسمي حسن ممكن نحن كتيار حكمة الوطن نعم نحن كتيار حكمة الوطن نعتز بشخصية سيد عبد الحسين عبطان ونعتقد أنه هو قادر أن يدير هذه المهمة ولكن هل بشكل رسمي تم التباني داخل تيار الحكمة الوطن وكانت هناك الدراسة مستفيضة لطرح شخصية مثل سيد عبد الحسين عبطان لتولي الرأس الوزراء لم يحصل هذا الشيء نهائيا الذي حصل بشكل دقيق أنه الحوارات التي دارت ما بين تيار الحكم الوطني وما بين الوطني وسائلون ومن جهة وما بين الكيانات والإتلافات الأخرى من جهة أخرى ما صار أنه التباني على شخصية من اللي راح يتمنى رأس الوزراء أو يقود رأس الوزراء في المرحلة القادمة تم التباحث على الآليات وتم التباحث على استراتيجيات لطرحة البرامج الانتخابية والبرامج السياسية لكن بس أريد أن تقلل سيد كريم النوري بس نقطة مهمة جدا تحالفكم متماسك مع سائرهم والوطنية يعني متماسكين يعني منفذ يوم راح نزمه أنه سحب تيار الحكمة وذهب إلى جهة ثانية لا بل أكثر من ذلك ستهايفا يمكن اليوم على الساحة السياسية ما بعد 12.5 التحالف استراتيجي الرسمي الوحيد هو ما بين تيار الحكم الوطني وما بين سائرهم وما بين الوطنية والباقي هو كل تفاهمات أولية بدوح التبايا الرسمي سيد كريم النوري يعني أريد أسأل سؤال ونقطة مهمة جدا يعني كثير لاستغراب عندما ذهب وفد دولة القانون وأيضا تيار الفتح أو تحالف الفتح إلى أقليم كوردستان ذهبوا لي الحزب الديمقراطي مع العلم الاتحاد الوطني هو الحليف الرئيسي للفتح وخاض معارك في كركوك وأيضا عندهم يعني ثوابت وشراكة استراتيجية في هذا الموضوع هذا ينطينا انطباعات هناك تنازلات للسيد مسعود البرزاني حول تشكيل الكتلة الأكبر لا قد يعني لا يكون بهذا التفسير باعتبار هو تفاهم أنت عادة تتفاهمين مع من تختلفين معه أما الذي لا تختلف معه أنت متفاهم أساسا فليكت نفترض أن تفاهمه بالأساس لكن اليوم نتكلم عن فضاء وطني الفضاء الوطني يشمل الجميع بما فيهم البارتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني ولا حنتكلم فضاء وطني ميصر نتكلم فضاء وطني ونعيد الصياغة أو إنتاج التحالف الوطني إنتاج التحالف الوطني عودة إلى الوراء وعبور إلى الطائفية وليس عبر الطائفية إحنا مورفعنا شعارات تفضل الدكتور قبل الانتخابات عبر الطائفية بعدين إنتاج من يريد إنتاج التحالف الوطني من جديد فإنما يريد العودة إلى الطائفية لكن بس لنسأل نقطة نقطة مواطن يعني الشيء يثير الاستغرابات قبل الانتخابات تصريحات السياسيين وبعد الانتخابات بعد الانتخابات أول يوم اللي خلصت الانتخابات شفنا زيارات مكوكية لأقليم كردستان زيارات مكوكية لمسعود البرزاني يعني بعض التصريحات لبعض الكتل السياسية الكبيرة اللي موجودة بالعملية السياسية يعني ربما ناقضت نفسها في هذه الركضة قال إن سمي ركضة طوريج على هو عمل سياسة نعتبره هذا اليوم بصراحة أنا سميه العمل السياسي الحقيقي هي مقضة حواطف ليش ما نقول المصالح قلنا نتحدث المصالح والمناصر السفتاء تدري أن ترك أثر نفسي أزمة نفسية بين مليكة البارتي وبغداد بين البارتي والتحالف الشيحة نقول بالتأكيد إحنا ما يمكن أن نجعل السفتاء وأزماته حائل ومانع لأي تحالفات خادمة نعم نشعر أكو أزمة لكن لا يمكن أن نعيش الأزمة وبعدين نرغل كل تحالفات اليوم الآن حتى إذا بصراحة التحالفات إلى الآن باعتقاد أقول إلى الآن التحالفات هشة وفي منتهى لازالة حتى سائق منتيار الحكمة؟ تغريدة وحدة الطائرة تنسف هذا نعم وهنا متأكد نعم حتى لن يعيش أوهان نعم واقع هذا اليوم تحالفات مثل الرمال المتحركة مثل الرمال السماوة متحركة وكل ساعة أنت إلى الآن تلاحظين شوفي قبل الانتخابات كان أكو تحالف بيننا وبين النصر نعم تحالف فتح ونصر نعم وكان هناك اعتراض واضح وأخر الفاتح على العراق بعد ذلك صار تحالف أو تفاهم بين السائرون والفتح إذن هذه القضية متوقعة نعم لذلك اليوم ليس بإمكان أي تحالف بصراحة نعم اليوم أي تحالف لا يمكن أن يستمر دون أنا باعتقادي دون الفتح أو بدون السائرون دون المرور بالحنانة حيضرورية كلام واقعي نعم 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 خلينا نتحدث بكل صراحة الفتح وسائرون هي الكتلة الثابتة يعني إذن نتحدث عن النصر سيد واثق الهاشمي النصر يعني كتل مختلفة كتلة خالد العبيدي والحزب الإسلامي وأيضا خليت متنوع وأيضا حزب الدعوة وجناح العبادي وجناحات أخرى في هذه الكتلة ربما ما متماسكة ينطينا منطبع هذا الكلام واقعي صحيح ولهذا ما يعولون الكتل الكبيرة على النصر مثلا الفتح متماسكين يعني لهذا اليوم ما نسمع تصريح إلا تصريح واحد سائر متماسكة هذه الكتلة لكن بعض الكتل ودولة القادمون لكن أعدادها قليلة 25 يعني أولا أنا أعتقد هذا التنوع مهم سائرون والنصر أدهم تنوع مختلف السيد الصدريين مع الشوعين مع الحزب الجمهوري مع الدولة العادلة مع كثير من الشخصيات الفتح طالبها رئيس الوزراء يعني حدثت السيد هذا العامل على منصب رئيس الوزراء جابوا خليط متنوع من السنة ومن الشيعة ومن الأكراد وحقق نتائج حتى في مناطق سنية وهذه ظهرة إيجابية لكن واقع الحال أنا عندي فقد ملاحظة على السياسة العراقية نعم أفق ضيق يعني عندما يحرف قبل الانتخابات موضوعة الإقليم مسعود برزاني والحزب مالق وصفه الحشد نعم شو وصفه الحشد شو وصفه ما حتى قالوا ارتكبوا جرائم وقيادات الحشد هي تشي سوت وهي تشي سوت وكذلك كان هناك رد على موضوعة الاستفتاء الآن المواطن العراقي يقول يابا شو دولة رجعوا حبايب الكل نعم شفنا زيارات المكوكية يعني قلت موسم الهجر الكل يابا شو واحد يقول لا احنا عدنا تحالف استراتيجي واحنا ما عدنا مشاكل لا عدتوا ليش حرفتوا الشارع ليش خلوتي المواطن يعيش بأزمة انا اعتقد هاي قصور بالرؤية السياسية انا اقتلف معاك لكن ما احرض الشارع لذلك اش اقول اقول على اسف الكتل السياسية كانت تلعب على مشاعر المواطن العراقي البسيط الى الان في ظل الشارع المنفلت بالسلاح وجنت اقول اخوان لا تحرضون الشارع وترجعونها للمربع الاول مريد الانتخابات تولي الانتخابات اذا كان نتيجتها واحد يقتل الاخر هذا مريدها الان حتى موضوع التزوير ما يختلف احد التزوير في العراق في هذه الانتخابات لا يسبق له مثيل نعم والدليل خطاب كوبتش ممثل امين عام في الممتحدة اللجنة في المخابرات والمستشارات الامن الوطنية عندما كشفت بالادلة والقرائن موضوعة التزوير والفيديووات والفيديووات يعني اللي صار هو من اللي سوى التزوير كنت السياسية صرت على انفوضة غير مستقلة وصلت على قانون وترجع الان تغير الوضع وخلوا القضاة في وضع لا يحسد عليه نعم الان اللي سيسر شنون التزوير موجود نعم نتائج اللي سيقولون متقاربة اللي سيكون توافق بس لحل يتلت الموضوع لا لحل تجمع اليوم واني مجسود عنها اللي سيرجعون ثمانية أو تسعة من القيادات اللي فشلت في الوصول للبرلمان نعم يهدون الشارع يرجعوهم دولة للبرلمان وينتهي الامر والله وينكل واحد اللي يزور هل شو هي نتيجتها انتوا لحل تتوافقون بس لحل تخسرون الشارع الشارع اللي قاطع الانتخابات تسعة عشر مئة خارج إذا استمر الأمر اخذيها عني وخلي المشاهد يسمعني اتخابات مجاسر وحلو القادمة ستكون بدون جمهور بدون جمهور ولح تخسرون الشارع لا يبنى العراق إلا بالشارع عراقي نعم ولا يبنى العراق كذا ما نسوي دولة مؤسسات ما يحدث يعني وحك على ذقون الناس دكتور دكتور وانت ما لتجي وترتهن للإرادة الخارجية وتعوف الوطن يعني نستعمل أقول دكتور العدو الفرز مطابق للإرادة السياسية طبعا نعم الارادة السياسية نعم تدري ليش توافق توافق يعني انت اليوم نعبرها ما الحرق الحرق اللي صار بالرصافة أستاذة وكان أكو أدلة وبراهين واعترافات والحرق مطابق قبل بيوم من كاركوك تتفجيرات اللي صارت زيان هذا المواطني يقول لك يا بو أنا طيب دمي وذهبت للعملية الديمقراطية وسندتكم بعدين يجي اللاعب الخارج هو يحدد لي أنا أروح وين وأنا أروح وين هذا مستقبل العراق الكبير العظيم يصرب هاي الطريقة هاي الأمر غير مقبول اطلاقا غير مقبول خلي السياسي العراقي يعيد النظر أما العراق وغير شي غير عراق لا رح سوي علاقة جيدة لكن وظفها لصالح الوطن أما نصير بيد الخارج هو يحركني اطلاقا نعم يعني أفهم من كلامك سيد واتق الهاشمي أنه العدو الفرز وهذه العملية اللي تقوم بها المفوضية والقضاة المنتدبين يعني هي ضغوطات ربما لرضاء الشارع العراقي أنا ما أشكك بالقضاء اطلاقا نعم لكن واقع الحال التسع قضاء شي سوين موظفين ثلاثة أرباحهم متحذرين نعم شي سوين ما يقدرون ضغوط عليهم خارجي بالمناسبة ضغوط الخارجي الآن يريد وأنا مسؤول عن معلومتي نعم يريد الحكومة يتأخر تشكيلها واحد هذا الفراغ اللي عندنا موالي البرلمان لحيجر لشهرين ثلاثة يالله ندخل شلح يسرب هذا البلد اللي عنده تحديات نعم عادة العمار فساد عودة الإرهاب التزاماتنا الخارجية نعم هو البلد لكن بس نطيني نقطة مهمة جدا يعني خليني نقطة مهمة جدا أكو تزوير لكن راح تساوي الأمور توافق ويرسعدون ثمانية لو أسبعه وينتهي الموضوع ترضي ووحد يحب بالله نعم نعم أصعد رجع المكانك ينتهي الموضوع التحالفات التحالفات الـ 15 يوم الأخيرة بعد المصادقة نعم وآن أيضا دع أستقرأ نعم يرجع البيت الشيعي نعم يرجع البيت السني اتحدث لي عن تيار الحكم وسائرون حتى لا لا بس تحالف متماسك لا 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 بس اتحدث لي تحالف متماسك متما تحدث قال نحن التحالف الستراتيجي وتحدث السيد كريم النوري قال التغريدة التحالف طيب لا لا طبعا والدليل يعني بس احنا صارنا شم شهر يوميا يطلعون اثنين من السادة المسؤولين يقول احنا نسوينا التحالف استراجي ويوم الثاني ينسف ينسف وانا قلت حتايا ليجد التحالف الوطني نسيناه صار ثمانت شهر قاله واصبح من الماضي نعم ليجد الآن رجع التحالف الوطني نعم اريد تعليق خلينا تعليق من سيد دكتور علي رفيعي تفضل دكتور اريدك تعلق بموضوعية على كلام السيد واثق الهاشمي يعني اثنين ما يختلفون عليه تفضل طبعا كلام انه عرض سماحة السيد الحكيم انه رئيس التحالف الوطني وهذا مو سبع لسيد الحكيم لا بدا مو سبع بس هو اعادة البيت الشيعي هذا اللي كان يتحدث به اعنى بخدمتكم بس اوضحوا جهة نظري نعم فهي بحد ذاته انه مو سبع ولكن بالاساس بالاساس انه سماحة السيد الحكيم هو يمكن اخر دورة للتحالف الوطني وكان رئيسه الموضوع الاخر لا يوجد لدينا احنا كتيار حكم ووطني التصريح رسمي انه سماحة السيد الحكيم قائد لحرات بالعكس احنا اصحاب نظرية انه الاغلبية الوطنية وجوهر الاغلبية الوطنية انه احنا نروح نتفاهم ويقول الكتل او الاتلافات السياسية البرامج الانتخابية قريبا من عندنا بغض النظر عن انها كانت هاي شيعية او كردية وكان لدينا حراك واقع لها به الفلسفة او هذه النظرية وهذا جزء من هذا الحراك كان لدينا حوارات ايضا مع الاخوة الاكرار حوارات مع الجزء يعني قريب من عندنا من الاخوة خنقل منطقة الغربية والمنطقة الشمالية اللي هم اخوتنا السنة بالاتحاد القوة سابقا وكانت هاي التفاهمات هاي التفاهمات تقود انه احنا نجي نتبانى مع مجموعة من الاتلافات ومجموعة من الاحزاب الفائزة تتوافقوا ينا بالبرنامج الانتخابي والبرنامج السياسي وممكن ان خنقل تنبتك من هذه الخوارات الكتلة الاكبر من مختلف وياكم بالاغلبية الوطنية من مختلف فشو لكل صيحة غلبية وطنية؟ لا لا هناك فرق ما بين الأغلبية وطنية وهناك أيضا تكلم عن الأغلبية السياسية الأغلبية السياسية التي نفتهمها أنه يتجي بنصف زاعد واحد بالبرلمان بغض النظر سواء كانوا من الشيعة سواء من السنة الأغلبية الوطنية حقيقة التي ن checkpointها نقول لا لا بما أنه الشيعة مثلون 60% وقادرين أن يحققون النصف زائد واحد ومجرد تفاهم مع جهة أخرى نحن نغادر هذه اللغة ونأخذ جزء من السنة اللي هم يتبانونوا بالبرامج الانتخابي والبرامج السياسي ونأخذ جزء من الأكراد اللي يتبانونوا بالبرامج السياسي والانتخابي والجزء الآخر أيضا من الأخوة الشيعة يعني جولة القانون والمتح عايزة نفس الشيء شنو الغريب يعني ماكو شي جديد هم عيروحون للأكراد وهم عيروحون للسنة وهم يريدون أغلبية وطنية يعني ماكو شي مادام كنتم متفقين على ثوابت يعني ليش ميسي تحالف وينتهي الموضوع نعم نعم المستجد بهذه القصة إنه إحنا أكو فرق بينتجي أن تطلق شعارات وهذه الشعارات تطلقها قبل الانتخابات وإحنا شفنا بالتفاقات أربيل اللي شكلت الحكومات السابقة مجموعة بنود ومجموعة توقيعات لا تمثل الواقع بصلة نهائيا وجاهلتها الكابينة التنفيذية بعد التشكيل إحنا اليوم لا رح نخلي مجموعة متبنيات ومجموعة خطوط حمراء ونعرضها أيضا للمواطن نقول هاي متبنياتنا ونجي نحاسب أليها خلال الفترة القادمة مثل ما سوناها ببرنامج الانتخابي في كتك المواطن سابقا المستجد الجديد إنه إحنا ما نجي نطلق شعارات لا لازم نطلق من بوادرة حسن نية يعني أنت تتحدث يعني أفهم بكلامك أن دولة القانون والفتح تطلق شعارات لكن تيار الحكمة يدبنى الموقف الوطني الحقيقي اللي يضع على نفسه الشروط وأيضا الالتزامات يعني هذا الأفهم من كلام بس إذا تسمحي لي بنصف دقيقة أنا أقول إنه ما أجي أسمي إنه الكتل والإتلافات الأخرى هي تطلق شعارات إحنا اليوم ما موجودين معاهم ولا تقاسي الأعمال هي بنيات إنما بالترجمة على أرض الواقع ولكن إحنا كتير حكم وطنين لدينا مشروع واضح وهذا المشروع الواضح تكلمنا مع الشركاء بملء الفهم يعني ما كنا خجلاني من طرح نقاطنا وأبجيدياتنا وقلنا من يتوافقوا يعني ليش إحنا طرحنا هذا البرنامج الستيفاء لأن إحنا إذا دخلنا إذا كان يعني طرح الموجود بالمشاركة بالحكومة الما يتوائم إلينا مع متبنات السياسة الشهور هنقدر نكمل وياه الأربع سنوات التنفيذية نعم فإذا ما كان أكو توائم حقيقة مع الشركاء ممكن إحنا نروح للمعارضة وهذا الأمر أيضا مطروح لكن بس نقطة حتى أنتقل لسيد كريم النوري يقول لك السيد كريم النوري تحالفكم مو متماسك يعني هواية لأن تغريده بالتويتر تضيع هذا التحالف لا حقيقة سيد كريم طبعا هو من حقه أنه يصرح بأي كلام أنه يقتنع به ولكن واقع الحال إحنا عدنا تحالف استراتيجي وهذا التحالف الاستراتيجي تم التبانع علي ما بين سماحة السيد الحكيم وسماحة السيد مقتدى الصدر وأيضا مع السيد ياد علاوي وهذا التفاهم السماء جل الآن يواصل إلى مرحلة النهائية ولكن جل التفاهمات الأساسية الموضوعية تم الاتفاق عليه نعم سيد كريم إلك لا وأعتقد تسميث التحالف هذا بيه تسامح كثير مو تحالف تفاهم باعتباري للآن لم تصادق المحكمة التحادية على الأسماء الفائزين إلا الآن أكو عد وفرس وإن كنت أعتقد يعني مثل ما تفضل الدكتور وراح يمشي يعني باعتبار أكو تقارب يصير حقيقة رح يمشي وراح يصير القضية باعتبار أكو ضغط خالجي لا لا خلنا أقول كلمة مهمة اليوم إحنا الإرادة الشعبية لا تحرك شيئا أو القاسم الشعبي يمكن مخطئ من قال إذا الشعب يومنا إرادة الحياة هذه القضية انتهت الإرادة السياسية فوق الإرادة الشعبية والإرادة الدولية فوق الإرادتين فوق الإرادة السياسية فوق الإرادة الشعبية نعم اليوم مضعو الخيارين لو تروحون تستمرون على التزوير وطمطموها لو حرب أهلية لا يوجد أي خيار يعني البلد مجرد ما يتحرك بهذا الاتجاه تعالج التزوير وتلاحق المزورين تشعر حرب أهلية شو المعنى هذا وتفضلتوا كلام حريق هائل كبير لصناديق الإقتراع مروا الكرام المهم أنا أتحدث بصراحة كل التحالفات غير متماسكة حتى يكون واقعي حتى التحالفات تتكلم التفاهم اللي صار بأربيل لم يكن التفاهم إذا أنا باحتقادي مو مترجم على أرض الواقع أحسنتي ولا ما يمكن اليوم أي تفاهم ما يمكن أن يستثني أحد تقول لي مو كيف تقول لي روح المعارضة اليوم أنا حتى أنا بصراحة تحدثت يوم حتى الفتح عندما يتحرك مع الأخوة البارتي ما يستثني سائرون ولا يمكن أن يقول سأروح مع المعارضة تم يعرف المعارضة يعرف المعارضة الله وكيلك المعارضة بالنسبة أن خاصة نحن العراقيين إلى الآن لا نفقح القواعد أو أصول المعارضة المعارضة معناتها مناهضة معناتها الصراع معناتها مقايدة للطرفين معناتها عزل معناتها بعد عن الغنيمة لكن نحن لا نعرف موقف الفتح يعني هو ويا دولة القانون ويا سائرون ممكن تجتمع كل الأطلاف حتى غضر نقطة بيت واحد وين كان هناك ربما من يتحدث باسم الفتح أنا أتكلم وشهة نظري اليوم الفتح عندما أطلق الفضاء الوطني لا يستبعد الفضاء الوطني أي جهة من الخطأ نحن نطلق الفضاء الوطني نتفاهم مع الفضاء الوطني الكل معنيون يعني الكل متفقن على الفضاء الوطني السيد تياري الحكم ما متفق على الفضاء الوطني الفتح متفق على الفضاء الوطني دولة القانون والكل متفق على الفضاء الوطني صحيح نحن ما قلنا الفضاء الوطني منهم متفق على الفضاء الوطني كل ما غبابية نعم الغموض سيد موقف أزمة الثقة والغموض اليوم من أقول إحنا عندنا تفاهم ليس معنى أن نلغي أثبات الشيء لا ينفي عداء نقول اليوم عندنا تفاهم ما نلغي تفاهم الآخر ثم أنا باعتقادي أي تفاهم لا يمكن استثناء أو استبعاد سارون أنا باعتقادي وكذلك لا يمكن استبعاد الفتح لا يجي واحد يقول أن تفرح تفرح المعارضة نعم بس نقطة مهمة حتى تجاوبني الفتح تريد رئاسة الوزراء مصرع على رئاسة الوزراء يعني نقول هذا استحقاقي وحزب الدعوة حكم وآني خلوني أنطوني هي للفتح هذه الأربع سنين يعني شلون ممكن نقنع الطرف الآخر أو نقنع سائرون أن يكونون الفتح يعني لهم رئاسة الوزراء اليوم التحالفات والتفاهمات لم تناقش لا لا ناقشت ناقشت خلف الكواليس أنت تعرف آه ممكن حسنتي في الزوائل خفية صحيح لكن اليوم ما حد الآن يستطيع أن يحرق أوراقه نعم اليوم لذاك الدكتور علي الرفاعي كان دقيقا يقول إحنا رجول مول أنه يعني نقصا بقدرات السيد عبدالسان عبطان لكن ما يقول إحنا الآن مطارحنا وفعلا إحنا إلى الآن أتحدى واحد يقول لي من الفتح فأقد أنا أقول ليش بصراحة اليوم كل التحالفات ضامة بجيبها منصب رأس وزراء كلها البعض هم يناور يقول أقدم كم رئيس وزراء حتى شا سوي مثل عندنا يقول راوين موت حتى يرضى بيهم لكن يوم على السخونة يوم أكيد موجودة السيد واسق لأسف أكيد لسخونة وينها أنا أقول ألا زال مصر موضوعة الآن أنا أتفق مع الدكتور أنه رئاسة الوزراء الآن كلها أسماء واقع الحال ما أحد يريد يحرق الأوراق الموجودة أو تتفجر أسف وبعدين هم يعرفون قناعة اليوم إذا مو اللعب الخارجي يوافق على الاسم هاي كلها تمنيات بس أقدت حدث نقطة مهمة جدا هذا اليوم الزعامات اللي موجودة بالبيت الشيعي والبيت السني والبيت الكردي اليوم كل واحد بعد الانتخابات من الكتل الكبيرة يريد يقول أنه هو الزعيم يعني في هذه التفاوضات واليوم أكو تناحر بين الكتل الشيعية والسنية حتى في البيت الكردي شو أخلحتي صراحة ولا صراحتي تجرح وتأذي لا 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 هي لا ترى المواطن بشارع داخ العبادي تلفوية الفتح نعم سائرون وسمحت السيد مقتدى الصدير كان إلى بيان قال أعز الشعب العراقي صح صح يرجع المواطن بالشارع يقول ليابا شو بعدين الفتحة تفقى ويا سائرون وطرحة واسم السيد هذا العام الرئيس وزراء وقبلها بـ 72 ساعة تلفى والفتحة الوطنية والحكمة وسائرون والنصر زين هاي شلون بعدين شو رأسا الاتجاهات راح تكون لها الأربيل زين هسا الكرد يقول لك هاني ينطين 17% وترجع لي المناطق المختلفة عليها أنا وياك ليش الوطني ينبعب هاي الطريقة ليش اللي صار مالو 17% نعم وما العودة المناطق مختلف عليها هاي مو نصدستوري نعم نحن مو نقول نحترم الدستور أنا كتبت الدستور لو أنتو كتبت الدستور نعم زين أنا ما أثق بعملية سياسية ناضجة إذا مقبه معارضة نعم السياسي العراقي لا يقبل بالمعارضة كلهم كانوا معارضة قبل لأن يقول لك المغنم يضيع عليه لا برنامج انتخاب يحشوا بمعارضة ولا الآن أنا اليوم عندي موقف زعيم كتلة من أشوفك اتفاقات طائفية أعلنها ببيانة قدام الشعب العراقي أنا ما أقبل ولحروح للمعارضة وأني أضمن لي كمواطن عراقي انتخابات القادمة هو شكل الحكومة نعم تنطينا انطباع أن الحكومة راح تكون شاركة وطنية راح ت ماكم معارضة راح تتقسم الشيء عليكم هل جد راح تكون أيضا يعني كلش يعني تتأخر حتى تتشكل لأني سبب واحد أنه الكل تريد مغانم ما راح نقبل أنا نطيتش معلومة وما سؤال عنها نعم أكو ضاغط خارجي راح تأجل تشكيل الحكومة شوان صارت بالألفين وعشر سنة من تشور سنة هاي واحد طبعا ثنية لدي يصير هسة وأيضا هم معلومة أمتلكها نعم قعدة والشيعة بينتهم حيحسمون موضوع رئاسة الوزراء بالاتفاق مع اللاعب الخارجي السنة يقول لك أحمر ندخلوا بتفاوض بينتهم خليوا حسمون رئاسة البرلماء إحنا قابلين ما ندخل بتفاصيلهم رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية أيضا بين الكردين أكو صارة مشكلة كبيرة نعم الاتحاد الوطن يقول لك وتوافق إحنا رئاسة الجمهورية إنا ورئاسة البرلمان الإقليم لكم الديمقراطي يقول لك أنا حصلت مقاعد حتى أضرب الاتحاد الوطن يتخلص من عنده أنا لدي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان إلى رئاسة الإقليم وأروح وأنتوي زي الأحزاب المعارضة الكردية شلون منه رح يتنازل للكراد ما حتتنازل إذا صار بيت شيعي وهذا اللي حيصير إيران ترجع بيت شيعي بيت شيعي يعني 200 نائب ما تططع أي تنازل لحيجون السنة والكراد خاضعين نطيني هل موجود أنا قابل به نعم لكن إذا إيران فشلت في إرجاع البيت الشيعي لح تتفكك وصير تنازلات وترجع الوزارات اللي لغيناها سابقا مو 35 سويا 45 على مدر رضي كل الموجودين وهلقد حتى السفراء لحنزيدهم والتحقاق انتخابي التحقاق ومدراء عامين وغازمين كل واحد سراء عندي هلقد مطالب أنا حكي مزعج لكن أحكي بحقيقة أنا قلبي على وطني لكن دكتور واثق يعني هذا الحديث التشاؤم نعتبره متشاؤم هذا واقع أنا مواجد يعني راح أقول للمواطن المواطن لا لا أنا أقول شغلة وحدة الأمل الموجود هذا الشعب واللاد اللي انتصرنا به على داعش منه ضياحها سياسي من العراق قدنا ثلاث قضايا إنجازية لأن تركناها انتصرنا على داعش أقوى عدو عالمين عالم كل احترمنا حافظنا وحدة العراق لكن هذه أزمة كبيرة وجسرنا علاقاتنا الخارجية وحصلنا 16 منصب بالأمم المتحدة هذا مو إنجاز ليش من يتفق أنه اللعب الخارجي من الداخل لكن الجاي يعني أزمات كبيرة أنا أخذ دقيقة وحدة بس أسأل سؤال وانت إعلامية صارت انتخابات بتركيا جرأ مسؤول عراقي يقول لا مصر جمهوري الريد برلماني داز وفد هناك أو جاب الأتراك اجتماعويةهم وقبلها كان انتخابات بإيران أحد مسؤول عراقي داز مسؤول للإيران اتفق له بأمريكا إحنا مايكروك يفتر بالإراق وسليماني يفتر بالإراق ومأسو الأتراك والسعودين يفترون بالإراق سيد علي رفيعي أريد أختموا إياك تفضل بكلمة أخيرة لين خلاص الوقت طبعا أنا بسر توضح فقرتي المهمات جدا أوضحها بنصف دقيقة لا تسمحيلي أولا قضية الفضاء الوطني طرحته جنابكم أنتو الضيوف أنه قلتو أنه أكتروحات متشابهة كلها تطرح الفضاء الوطني طبعا هاي نقطة إيجابية جدا أنت من تجي تطرح للفضاء الوطني وتتسنج مع الفضاء الوطني وتخرج من التقندقات الطائفية نعم ما يخالفه هاي مصطحة إليك كحزب كأتلاف ولكن بالدرجة الأساس أيضا هي مصطحة مجتمعية وسياسية للبلد بشكل كامل وهذا نقطة تحول إيجابية أيضا نعم الموضوع الآخر العامل الخارجي ستهيفاء اليوم الجميع يشير إلى العامل الخارجي هو مؤثر في عملية صنع والتخاب القرار أو مؤثر في عملية صناعة رئيس الوزراء القادم أنا أقول موجود ولكن ليس بهذا الطرح الموجود الذي طرحه يعني الضيوف أو جنابج ممكن طرح أقل وطع من هذا اللي موجود بالحكس لأن هذه الحكومة والتداخلات الخارجية هي أقل حدة من التداخلات اللي بالألفين وعشر أو الفين وربعة طعش لعدة أسباب جزء من أدها قوة العراق جزء من أدها الوقت الاقتصادي جزء من أدها الحاجة المجتمعية والحاجة السياسية لكن يوم طلت طعش مبعوث الرئيس الأمريكي كان يفتر بالعراق وأيضا السيد السليماني قاسم السليماني كان بالعراق يعني إن شاء الله نتمنى أمنيات يكون اللاعب الخارجي ينحسر دوره ويكون دوره قليل شكرا جزيلا السيد علي رفيعي وأشكر ضيوفي وكنت أتمنى وقت الحلقة أطول حتى ناخد مواضيع أكثر لكن الوقت داهمنا وبد النهاية تظاهرات بالبصرة وبغداد وديالة والناصرية وباقي المحافظات الناس تطلع بأبسط حقوقها والطالب بأبسط حقوقها الماء والكهرباء ما طالبت شي المواطن بزع من فشل الحكومات بتقديم أبسط الخدمات وكل هذا ميهم الكتل السياسية اللي بعدها تتفاوض على المناصب والحصص وتأكل مواطن يصيح ومححد يسمعه اليوم يصادف ذكرى تحرير الموصل من الإرهاب وننتظر يوم اللي يتحرر البلد من الفازدين والفاشدين كل عام والموصل العراقية وأهلها بأمان وسلام تصبحون على وطن آمن في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة